اهلا احبائنا مشاهدينا في كل مكان الشرق الاوسط بمر في ظروف صعبة جدا ولسيما الاراضي المقدسة اقصد اسرائيل فلسطين وقطاع غزة بتمر في اوقات عصيبة جدا منشوف في صواريخ وطيران بتنهال على غزة وعلى منطقة حماس وفي نفس الوقت منشوف صواريخ من غزة من حماس بتنهال على البلدان الاسرائيلية كمان بدون اي تفريق الناس هناك في حيرة في ارتباك وكتير ناس عايشة بخوف ومش ضامني المستقبل وكل شي اصبح مجهول بالنسبة لالها والاصعب احبائي حتى في هذه الايام منشوف بين مؤيد ومعارض منشوف كتير على صفحات الفيسبوك في ناس اللي بتهاجم اسرائيل في ناس اللي بتهاجم حماس بشراسة بضراوي وطبعا يمكن اللي ما عنده فكرة عن كل القصة صعب ان يوضح او يعبر عن مشكلة تاريخية مشكلة مش مشكلة اليوم ولا مشكلة الاقصى في هذه الايام او الشيخ الجراح او الصواريخ اللي بتنهال هذا الوضع له سنين وكل اكم سنة بيتكرر الموضوع تعاد الكرة والضغينة عم تزداد الحقد عم بزيد والكراهية عم تزداد وبتتخذ اشكال عديدة جدا في هذه الحلقة رح اتكلم عن كيف نتعامل مع الكراهية وكيف نتغلب على هذه الكراهية والسيما تجذرت واستشرت وتفشت في الانسان وفي الكيان كله انا بدعوك في هذه الحلقة انك ما تخد جانب او صف دائما خليك بجانب يسوع المسيح وتعليم يسوع المسيح وانا اؤمن من كل قلبي ان الحل لكل المشاكل ولسيما في الشرق الاوسط هو الرب يسوع المسيح واقول هذا ليس عن تعصبا لكن الكتاب واضح حياة المسيح الاخلاقية ومعجزاته وتعليمه هي واضحة جدا مثل وضوح الشمس اذا مشيت الناس عليها رح نعيش بسلام بتآخي بمحبة وبطمأنينة ايضا انا بدعوك تشاهدوا هذه الحلقة الخاصة وبصلا تكون سبب بركة لحياتكو اشتركوا في القناة